دين أحمد دلوقتي فين؟ إدارة، تدريب، بتفكر إزاي في المستقبل؟ أنا الحمد لله خدت إدارة الدبلومة في الإدارة الرياضية تابع الفيفا كانت معمولة في شهر 3 اللي فات ممتاز خلصناها في شهر 6 الحمد لله بدأت في الحتة الإدارية دي حتة التدريب برضو مقدم لسه برضو على الدورات إن شاء الله الفترة الجاية برضو أن أبدأ أخذ فيها الدورات التدريبية تبقى في المصاري السريع من أول البي أعتقد ولا من إيه؟ تبقى السيوي البي مع بعض السيوي البي مع بعض أدورة واحدة مع كده الإيه والبروفيشنال بالزبط كده فربنا يكرم لسه بقى يعني أنا بدأت في الحتة الإدارية دلوقتي حتة بقى أن أنت تستقر على الحتة الإدارية والتدريب دي لسه يعني أنت بتفضل إيه؟ تتجه للمجال الإداري ولا للمجال التدريب؟ أنا عايز أقول لك مهنة تدريب مهنة صعبة جدا جدا يعني وخصوصا في مصر عشان أبصالح معك حتة التدريب أنت ما بتتقس بالكواليت بتاعك أو بفكرك هي الأسف دلوقتي بقتماشية بالعلاقات بالمصالح الشخصية في ناس ممكن تلاقيها عندها الإمكانية بس بعيدة ما بتعرفش تتعامل أو ما بتعرفش توصل إن أنا أتعامل في المكان ده بشخصيته أو بطبيعته لازم تلاقي بياء بيبزل مجهود عشان يوصل بس ما يقدرش يشتغل فهي دي المشكلة في مصر عندنا مبني على علاقات أكتر جدا من الس beleza والسفهات والإمكانيات بالضبط بالضبط يعني في مدربين كتير كويسة وبعدين هنا المدرب مثلا تلاقي بيبدأ يشتغل من عنده وعنده 50 ستين سنة طب ليه؟ يعني ليه المدرب يبدأ 50 ستين سنة؟ طب ليه المشكلة للمدارب يبقى شاب ويبدأ ياخد التجارب ويخود التجارب ويبدأ يتعلم ليه إحنا وكمان المشكلة كمان زي ما أنت بتقول مثلا الدورات التطريبية هنا في مصر إحنا بقى لنا سنين وقفة متأخر كتير دلوقتي المدارب مثلا عايز يطلع بره مصر يشتغل أول حاجة بيطلقها بره الشهادات طبعا إذا كان أنا في بلدي ما فيش شهادات هشتغل إزاي بره بدأت مؤخرا حتى بعد ما تعيني كابتن علاء نبيل لكن قبلها عدنا سنين كتير ما شاءت كابتن علاء بصراحة جيه وبدأت الدورات تشتغل زي ما أنت بتقول بس زي ما بقولك أنت لا مدي فرصة الناس تشتغل هنا ولا مدي الناس فرصة تشتغل بره لأن أنت معطلهم بالموضوع الشهادات هنا فالفترة الجاية يعني أنا شايف أن كابتن علاء بصراحة بيبزل مجود كبير جدا في الكصة دي وبيحاول يساعد الناس كلها فأتمنى أن حتى الناس يعني المنظومة كلها تبص مش لازم أبقى واحد معدل خمسين ستين سنة عشان أبدأ أشتغل في الكارير اللي أنا عايزه لأ ما إيه المشكلة أن أنا أعدل الشباب فرصة إيه المشكلة أن أنا أدخل وجوه جديدة ما أنا مش لازم أفضل كل الناس هيئلة في المشهد ده بيمشي عشان ده ييجي فهي دي المشكلة اللي إحنا عندنا دايرة دايرة إحنا دايرين فيها بزبط دا مشي هتلاقي دا غيره جه بياخد وقته وبعدين هي مجموعة طب أجمعهم المجموعة دي أصلا يعني فشل كمئة مرة مصممين عليها برضو طب إحنا ما بنصلحش أنا أجبني في الجيل بتاعكم يعني عفروته دا الحالين دولت بيشتعل فكرة الأكاديميات والبراعي شوكري بيشتعل فكرة التدريب بس في الفرس تيم هشام أعتقد هشام محمد حالين دولت هشام بيرعب في الإسماعيل بيرعب لسه في الإسماعيل بس هو هشام لسه الوحيد لمستمر هشام كان مقدم معاه في الدبلومة دي بس ما عرفش يجي بسبب المطشط والتدريب فالتنوع في جيلكو دا كويس طبعا لإن خلي بالك إحنا جلنا برضو ما خدش حقه في الكورة مش أنا بصالح معاك إحنا مرنا بظروف عطلتنا كتير فإحنا نفسنا نعمل حاجة لإحنا اتعلمنا وتربينا ونشأنا في الناد الأهلي على مدربين كبار جدا وعيشنا في الناد الأهلي كون شخصية لشاب لهشام لعفروته لكل الجيل دا فنفسنا نعمل حاجة من اللي احنا تعلمناها من الناس الكوادر لإن الكوادر دلوقتي مقدش موجودة الناس دلوقتي أنت تيجي تبص لقطاعات الناشئين مفيش مواهد مفيش حد بيقدر يشتغل بيقول أنا عايز أشتغل عشان أطلع دلوقتي الموضوع كله زي التكويس سريع على طول مش عايز أتعب عشان ألاقي النتيجة أنا عايز حاجة سريعة إيه الظروف في الواجهة الجيل بتاعكم أنت عندك صورة في برسعيد فهم الأحداث اللي حصلت في وقتها الحاجات دي جات في وقت ما احنا كنا مكسرين الدنيا مصبوط فعطلتك فهم عطلتكم من 2011 لغاية أعتقد 2014 لحد دقاء 54 سنين دي فترة كبيرة وفيه لعيبة في سننا في أندية تانية كتبطلت في الوقت ده يعني فيه لعيبة بعدت خلاص ما بقتش تلعب كانش فيه دوري كان الأهل والزمالي هم اللي بلعبوا في أفريقيا بس لو تفتكر الفترة فاكر كان كل سبعين مباراة في أفريقيا بس وفي جونة كمان بالزبط كنا في 2013 دي كلها لعبناها في الجونة فهي دي النقطة كلها بدأت بقى تخش بدأت الكرة ما بقتش تبقى زي الأول أصلا فيش جمهور ما فيش الكلام اللي اللي احنا متربين عليه ده أصلا الصناعة نفسها تأثرت بالزبط لأندية التانية بقى لأ ما بتتأس إن انت لعيب كويس أو لأ يعني لما أنا مشيت من الأهلي مثلا في 2014 الكرة في نادي الأهلي غير الكرة في أي نادي تاني انت أخر حاجة بتأس فيها مستوى كي الفني زي ما بقولك انت علاقتك إيه كويسة بالإدارة بمدير الكرة بيعودوا مجلس إدارة هي بتبقى ماشي الوكيل الوكيل الأهم واحد في المنظومة دلوقتي الوكيل ممكن يجيب لعيب قاعد في البيت بقى له سنتين يوديه لحتة الفلانية ولعيب تاني بيلعب في الحتة الفلانية لأ عشان ما رحش مع الوكيل ده